اه خاتم محمد شفير اه دكتور امراض صدرية مستشفى صدر برسايد. وقال لي تقلب? ويترفع علينا سلاح. من غير حماية من غير اي تأمين. الممرضة هتشدش عرق. عايز فوق نتكافل. انا معايش هتكلم عن الدكاترة والتمرض هو هيتكلم عن نفسه. يعني عشان الحكاية الكتير. كل يوم بنتشتم من خمس ست مرات. بنسمع الفاظ ما كناش نتخليح نسمحها. كل ده لي عشان ما فيش تأمين. ما فيش حد باهمينها. انا اسمي رانيا سامير من مساحة البحرية. عندي تلاتين سنة. انا يوم من حد اول مبارح تعرضت لقيا من المريض. دخل موجود في القوضة المفوضة ان انا بالبس فيها وفعل عهودة بتاعتي. قلقيته بيشار سجال ومشايف وقاله اتفضل يا حضاريك باستلاح برا انا المفوضة ان انا البس دلوقتي في المعادة شغلي. اما قعدش فيني. وقال لي قول لي لا الاول ايه يعني مغير قصاد مني. انا زي والدك. طبعا اللهجة بتاعته طريق نفسه. طعبه ووشه. يدلش ان هو بيقول لي كده يعني ده هو ده ده نوع انواع التحرش بيا. بدور على حد ان قدرت المستشفى استنجت بيه ملقتش. التحرش هو التحرش اللفظ. الفاظ النائية تتقال مش. الفاظ صعوي. مثلا يوصف اجمل اعضاء الجسمي انا. طبعا انا مقدرش لاي اعضاء المستشفى تحمينه. ايجت يوميها انا بقول له لا انا اجيب لك حد من الام لات بقى يسبب الدين ويسبب في العرض وفي الشرف وفي السمعة وإزازي القصر واا اعورني ايجي لحطة تانية من الهوان كده. طبعا استنجت دي ومدور المستشفى والام لالقيت ام ولقيت مدور المستشفى ومدور المستشفى في تفرج عن مشكلة. قول ده مريد ملوش ملوش على حرج لما بيستغلوا الكلمة دينة ليس على مريد حرج طبعا ازاي يعني. المفروض يكون في لوائح وفي قوانين وفي ام في امان. لما اقول انا راح اشغلي انا راح امكان امان. مكان مقدس. مكان لحمانية. مكان بياخد فيه خدمات. انت ما بتطلب مني خدمة انا بديها لك. انا بطلب منك الامان. تدهوني. ده اللي انا عايز انا. ما بطلبش حاجة مستحيلة. واخد اربع غرز. يعني لو الكاميرا جايبها هم اهو اربع غرز. اربع غرز. ده? واربع غرز. واسم نيتك قصرت. وقال ارتجاج في المخ. ودكتور تاني الناس يقول فيه اه جماعة ودنه اتقطعت. اول مبارح ستة واربعة وعشرين ثلاثة. انا. بعد ما حصل الموضوع المورابل ده اللي كان قاد في القوضة. اه وتحرش بيك يعني وطلب منك انك تقلعها يدومك وقدامه وكده. هل قدمت عيبة لغاية او واخدت اي اجراء القانونية? الاول انا انا جيت بالترتيب. انا بلغت اقدرت المستشفى ان فيه مريض حصل منه وكذا كذا. طلنشه وكبرت ناغل. اه من قد فجأة ان زوج بيتقصر ومريض بيجر ورايا عشان يعورني وفعلا عورني. وما لاقيش حد يحميني. فطبعا انا فيه بعض من المرضى هوم وما مبوضين حانيا دلوقتي اتصلوا بالشرطة. الشرطة ما جيتش الشرطة العسكرية هم ايجت. طبعا بعد فترة بس بردو كان لست فيه المشكلة بردو الساعة حصلت. ايجت الشرطة العسكرية اخدتني انا وزميلة ليا. رحنا اسم البديس عملنا محضر بالواقع. في نفس الوقت ان المريض مش. طب انا هجيبه المريض منين? اغربية عنوينهم اصلا مفي اي صفة. الشرطة العسكرية مرشت المريض. اهم حاجة مرش المريض. طبعا ما احنا اللي انا عملته دوا ما رجل ان هو ابقى محضر اداري وهو يتحط في الادراج وخلاص. يبقى ان اللي انا عمو كده يقوله مفيش ملوش نتيجة. برضو هيجي مريض غيره يعمل معايا كده. اللي ايجي معايا مريض. من المرضى الموجودين عندي حضر المشكلة. يجبه معايا الاسم. طب انا وانا كل شوية بدل ما راح امضي في شغلي قمضي في الاسم. يعني بدل ما راح الشغل في شغل في المستشفى بيقول لي مايجاي اي حالة اقولوا لي ليه ليش موجود. اقولوا ازاي طبعا دكتور كليما قلو اللي حداتك مش موجود. يعني انت هتحطونا احنا في الغلط weer حداتك مش موجود ازاي. قالoyوله كده اتتسر بالدكتور جمعة ومدير المستشفى بتاعنا ا قالوا الا دكتور جمعة انا ماشي. ولو ايجت اي حال انا مش موجود. يعني هل يرضي من اللي احنا نبقى موجودين والدف caused дней مش موجودة معانا واحنا اللي يبقى في الوش لهم من المرضى والقادية ايجت بنت المريضة راحت هاجم علي وراحت ضرباني حتى قدام البنات اللي موجودة كان وعيا موجودين بنات في قلب المستشفى نومة واحدة اسمها نادية زملتي حشيتني من ايدها والضرب وكان الدكتور بتاعنا المدير كان وقفونا الرعاية اما ايجا بقال الله رايزة حقي من قلب المستشفى لان انا ضربت وانت حدتها كنت موجود وانتش موجود معنا هل دا يرضي ربنا يعني احنا نتضرب والمدير بتاعنا بيصاله بيقول عصراني كنت بيجيب الجيش جيش ايه واحنا نتضرب وبنتقاذى وبنتهان والشتمنى وطلعانا سلسافلنا في قلب المستشفى هنا موجودش حد يجابلين حقنا انا نزي قلته ما بعملناش اي حاجة احنا هنا خمسة واربعين ممرضة واحد ما بعملناش حاجة ما بعملش حد طيب حكوة التعادي بالضرب كان عبارة عن ايه بالزبط يعني؟ شادوني من شعري وضربوني وخلوني خلاص يعني واحدة ابنتها بالغاق ماشية بعكزين ثابت العكزين واحد هاجمة علي عجلتني ببعد ما بقيتش قادرة اتكلم انه ما بقول لي حضرتك واحدة زملتي هي اللي حشيتني من تحت ايدها والمشكلة دي يا حيك شايفة انها كت موجودة؟ دا لا دا موجودة على طول بصراحة بنتهان وبنشتر وما فيش حد بيجيب لنا حقوقنا خالص في قلب المستشفى لهاقي مفيش حقوق بنجي قد اللي اخدها بالقلب المستشفى هنا لفيش حقوق لنا اللي اخدها خالص انا ولا اي وعدة بيزملاتي فبش هدي بيأخد حقه هنا نجيب الغلط يجيب الحق بتاع العيان واحنا لما ارضى يعني ما احناش ولاد ناس يعني هما العيانين ولاد ناس واحنا لا ليه؟ طب حيك شافة ان الوضع في كام الاعتداءات والكتير لا في الواحد وشرين سنة اللي فاتت هالمعدل سابت ولا بيزيد ولا بيقال؟ لا بيزيد دا بيزيد دا بالله بيزيد عندنا هنا بكتير يعني كون ستمائة مرة نتهانوا للشاكر ويدربونا ويهزقونا كتير قوي فبعد ايزوك بس احنا عايزين حماية لنا عايزين حماية لنا في قلب المستشفى تحمينا نيجي من بيوتنا نتحمى مش نيجي من بيوتنا نتضرب استاذة سمر سامي النجار مستشفى المصاح البحري ببرش سعيد دخول يوم الجمعة ده تبقى عبارة عن طوارق الطوارق دي المفروض تستبقى رسمي بالدخول بيجاب تأمين الصحي اعتمد كم نزام موجودة عندنا في مصر ان احنا عم نبشيش جيبه ورق من الاول اعرف حضرتك مين عشان نتعمل معي ايه اللي انا عايز علاج انا مش طالب من يجب كده ويلا روح قلت له انا ما هروحش الان الوقت يجاي اقول لك ان ان انت طوارق بمعنى ان انت مدخلكش رسمي انت خدت عليك لان هو الازمة اللي كانت موجودة عندك حلناها فوق بس نحتاج ان انت حدك تعمل اشياء نعرف تشخيطك بالزبط اما طلع من الدرجة بتاعه دفتر التأمين الصح الاخضر وام راميهولي انا عمليه انت لأ انا بعملتش حاجة انا عايز مني خلاجه بس قلت له لا ما ينفعش حضرتك لازم تعمله ان البياناتك الشخصية برقم القومي برسولة بطاقتك لازم كلها يسلم هناك فقام قيملي يعني انا مليش لازم هنا وقام رافع البطانين قلت له شو حاجة ما عملكش لازم انت هنا مزبوط عندي ان انت تدخلت طوارق فعشان تستبت رسمي هتنفعك في شغلك في اجهزاتك في عدم خاص من ليه ده حاجة اولوية ليه واولوية ان انا ان انا لما يجي لك حالات لازم احسب فطورة كل ادوية او دخول او سرير او غزة هيطلع لك قال لي انا بكلمش مع رجالة انا بكلمش مع حارين بكلم مع رجالة ولو اتكلمت مع حارين بكلم كده الاجراء الرسمي اللي انا اتخذته ان انا بلجأ لأكبر مني انا دفع الالفين المفروض ان لما لجأ لنير الرئيسة بتاعتي من باب الاولى ان هي موجودة معاه في الضور كانت ده لجأت دي ليها طبعا جات فاسناء اللي انا بلجأ بيها المرضى نفسهم انا سامعهم عيب عليك يا جدا عيب قلبس يدومك مينفعش دهية دي اللي هتنفعك رفع عليها الجفت دول وهقول لها حطوا في زورك لو مقلت ليش يا فين طبعا بقيمة الشتائم اللي هو بجتمها اول حدا عندهم يعني الحاجة الصغيرة اجتمها الصغيرة الشرف انتو بتيجي هنا عشان يحصل فيكم بتيجوا هنا عشان يتعمل فيكم طب انا من باب الاولى ان انا متعامل بالطريقة دي يعني اسم انا ملايكة رحمة فين بقى ملايكة الرحمة يعني ده كله ده كلام من وصوصة الشيطان انا قلت جاء لمين عشان هو ينجدني من شتائم الشرف والعرض والايهانة وقلة الادب وان انا مع الدكتور انا في المستشفى جوزي انا نزلت المدير ومدير بقوله لو سمحت يا دكتور تعالي انا محتاجة اني حركت ساعدني بان مريد بطلب من الاجراءات الرسمية للدخول راح قليع لي هدومه المدير دورهش ينحي بتاني لجأت المدير ما عملش اي حاجة لجأت الفرد الامن اللي عمده واحد وعشرين سنة طالع يقول له ما ينفعش كده اسطر نفسك قدامها وتعالي تكلم ان كان لك حق عمدها خده لكن انت كده ملاكش حق ماسك الرجل الام من هدومه وام يديله باللخامية كل ده وهو ما تبسش هدومه لسه كان عارية من فوق الناس ام ملابسين البنطلوه انا بعترف بنفس الوقتي ان انا مش ملاكت رحمة انا هقول ممرضة الممرضة دي بتعامل معك بانك نفسيتك تبقى كويسة ان انت تبقى اا 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 ترجع لبيتك تمارس حياتك الشخصية عشان يبقى شعب عليك ان انت معندكش بلوز نزم في بيتك احنا مليتكلم ودية لكن اما اتجأ للمدير مع بارنيش رئيس التمريد واحدة زي هي ترفع عليها سلاح وبعد ده كله قلقى لنقيب التمريد في يوم سبت وده يوم السبت ده اجازة رسمه ليه يجيني من بيته طب هو انا هستنى اللي هيقوم لي من بيته وغير كده كمان يعني انا اللي تقتل لرئيس التمريد وترفع عليها سلاح الامن والضرب بعد كده المريد عايز يدور علي وعايز يجبني هي فين بنت وبنت وبنت وأمها ودينها وعمها وخلها ووشة دايم انا هجبها وهو هعلم عليها والحد اللي انا على فكرة هو بيقول ان هو بيدور عليها واتصل بكذا كذا حد عايز تليفوني وعايز عنواني المدير المحترم المدير على نفسه بقى مش علينا لان ما لاحظناش رد فعل ليه بيقول بتاع الامن بعد ما المريد قسر ازاز المستشفى عشان يدور علي يشوفني انه قوضة زمايا اللي حجزوني في قوضة عشان الامان وغير كده كنت ساعتها مع ناكب الطمير قال لي اعودي انا اللي احميك يدور علي وقسر ازاز المستشفى ويرفع الازاز على واحدة زماالتي في قسمي كان يقول لها اقول لي ليه يا فين لا نكي كنت وكنام انا اسفل قلت له انا معركش انا سامع زيق بس مين اللي عامل معاك المشكلة طب قاعدوا نتفاهم انا قسر لها الازاز بتاعها وامر عميل عن عرض احنا قابلنا دكتور كباردو كان بيحكي الاعتداءات اللي بتحصل في تقدير حضرتك شايفنا الاعتداءات ضد الممرضات نفس عدد الاعتداءات ضد كثرة ولا الممرضات اكتر الممرضات اكتر ليه لان اساسا الممرضة هي الوجهة الرئيسية للمكان الدكتور ده اللي كان بحضرتك هو دكتور حاكم على عين وعلى رأس اي دكتور بس الدكتور ده بيبقى ليه اسمه مقيم بمعنى ان هو جاي من بلد تانية ينتدب او يقيم هنا في الموت ده مسلا يوم او اتنين حسب نبط شيئته او يوم كامل اربعة واشرين ساعة يبقى هو مسك ربما ده غلط تلاتة مشوا خالص وتلاتة عايزين يكتبوا اجازات من ضمنهم اخصاء طب انا جاي مني شغالي عندنا دكتور ومش احرج ان انا اقول حقيقة الدكتور هو اللي بيخلى العيان يجيله وتعودوا على كده يروحوا يا العيادة الخارجية يدفع يدفعوا الكشف التاعه في العادة الخارجية ويحولوا هنا احنا راجعنا على الاضراب ده عشان احنا جهة رسمية معتمدة ان احنا مينفعش دينا اضراب احنا تأسفنا في اليوم ده للناس اللي دخلوا الخارجة بس احنا بتلقى علينا ازاز وبنتضرب ويترفع علينا سلاح مجميعي الانواع لدركة ان المرضى نفسهم قالوا ان هنجيلكم بيوتكم نروح نعين مين بقى؟ حاكماتوا الاضراب ده امتا؟ الاضراب ده كان يوم السبت انا بتحكي 24 24 ثلاثة؟ اول امبارك يعنى طيب حدثتك تفصري بايه ان الاعتداءات ده الممرضات بيزيد مؤخرا في الفترة الاخيرة شايفها دا سبقوه؟ اتقعدة من وجود الام هم انا مكلمت في حاجة ليس لها علاقة بالوضع الحالي ولكن لها علاقة بالنظام السابق هم برساعي تهمشت عشان تهمشت نسبة المخدرات نسبة البطالة والتعداد اللي ذكر في كذا قناة انه هو نسبة البطالة برساعيدي ونسبة المخدرات مسبة جميع بقى مش هحددك المخدرات بأنواع لأ ايا كلها بس الشباب بقى خلاص قاعد عقلقي هاوة تعوت وعارف واا هكلمك عن حاجة طريفة ان المستشفى هنا الغذى بتاعها بتقى غذى مسمن شوية ليه؟ لان الرئة بالذات محتاجة ليها غذى لان انسجة الرئة لما بتثنب بتتموت ام فمحتاج الغذى بحيث ان هي تعوت ده في الدورة الدموية فمعرفش المرضى يمكن هما بدخول عشان قدر عرفين ان يغزى هنا ومسمن بيعودوا وبرتاحوا. وطبعا الدكتور المحترم اللي بيخلي العيام يروح له العيادة ويجي يدخله هنا. المرضى تعودوا وعرفوا بقى ان هما هيعودوا وهيجوا هيعودوا لخمستاشر يوم اول عشرين بتاعهم. طب انت مش محتاج. من باب اولى ان لو ارس مش هقول حقنة بتتبع بره باربعين وخمسين جنيه. تتعطى هنا بلاش وثلاث مرات في اليوم او اربعة كمان. تتعطى المريب مش مستحقها. انت كده بتتلف له كابده. اما احنا مشهورين في مصر احنا بنحب ناخد الادوية ويلا. اه في دكتور تضمن معانا اسمه دكتور هشاء ابو العطر. ده من ضمن الدكاترة اللي عايزين يتنقب. ومش عارفين. ليه المتعب. عقب لي ياخد مئة وعبعين جنيه. فين الحافز لي عشان هو يحمينه. بلغاية طلبته ان المدير يتغير? احنا فعلا المدير هيتغير بس ما فيش مدير يمسي المكاني. احنا محتاجين اه تدعيم من ان الادارة بتاعتنا تبقى كويزة. ادارتنا فشلة. فشلة. سواء ان كان الاخصاء الاجتماعي او المدير او نائبه او وكيله. عشان المريض يموت بالغاز المسايل للدموع. المريض ده يا جماعة قبل ما يكون مريض. هو كان صحيا كويز. كان نايل في نتيجة شمه. الانبلتين. كان نايل نحسان. كان للواقع اللي حصلت على الحكة وقت تتحرش هالحك اقدمتي بلاغ او ختائق اجرات? انا قدمت بلاغ بس بالاخر. ليه? كان فعل من ان الاسم مقفل. ام. فاتضح ان اسم المناخي الوحيد على مستوى برسعيد بيقول ان هو شجال. اسم المناخ ده المقيم فحي المناخ في محافظة برسعيد. انا عشان قوتي على مستشفى المصاح اقرب قسم ليه اللي هو المناخ. توجهت ليه بعد ما جلنا في الحدسة بتاعك الاستاذة رانيا سميد. اه تم نقاطها مع حضرتك من دوستواني. اه جبنا احداث كلها مع بعضها سردناها. بحيس ان احنا نعمل بلاغ. اه الحاكم العسكري قال لنا. لو انتم عملتوش بلاغ في الاسم انا اعملك هنا البلاغ. هم. فحبنا نتوجه للاسم بحيس ان هو لو شغال نعمل البلاغ عنه. عملنا البلاغ. الاسم نفسه بيعترض يقولك انت من يوم ستاشر جاي تعملي الموضوع ده يوم تلاتة وعشرين فرق. هم. احنا ما نعلمش ان انت شغال. قال لنا نعملها لك استثناء. بس ارجوك انت موظفة. وفي معادة عملك اتيجي على طول. شغالين مش شغالين اقعوني يكتبوا محضرك انت. انا انا بشكره بصراحة. انا راجب ان انا مش معترفة باس ولا انتهاكات الشرطة في وزير الدفلية اللي موجود حاليا في عهد الدكتور مرسي اللي المفروض يحترم ادميته ادمية الناس اللي هما مسكنها بارف الاهل والعشيرة ودمي وفرد صدره للتحرير. فين الكلام ده? مش ملاحظة عندنا. مش هقول في برسعيد بس. لأ في مصر. طب حيك حسن انتهاكات ضد الممارضات هنا او ضد النساء في برسعيد عن متى ممكن تكون زايدة مؤخرة نتيجة لي. فك ذكرتي ان برسعيد تم تهمش على الفترة اللي فاتت. فحيك شايفة ان ده ممكن يكون زود كمان الانتهاكات اكتر ضد النساء في برسعيد. انا اللي قدر اقوله لك ان ده اا تراكمات او تراسب من نظام فاسد. اا ما عرفش دكتور مرسي بيتكمله ولا ولا هو متوالس معاهم ولا هو. انا ما عرفش الكلام ده المتوجه لمن الى ايا كان مواجه الكلام ده لازم يكون في حاله. يعني لازم يكون في حاله عشان احنا بصراحة خلاص ما عانوش عدنا للحمد. انا الشرف امان. ما يجيش واحد يرفع علي سلاحك ويعورنا او يبقى ديني. فاحنا اللي طب بينه حيزير حقوقنا. حد يحمينا. في صهرنا ونبشياتنا حد يقف معانا. اللي ابني مش عملينا اي حاجة. احنا بنتكلم معلش الموضوع بيدخل في بعضه لأي نهاية انا محتاجة اني عشان تأميني انا صدقني انا هاتي الخدمة للامان للمريض. للدكتور هاي. ادينا الامان عشان اديه اللي غيري عشان بنبقى اصحاق. لكن ده مفيش. مش موجود عندنا عشان مريض يجي يرفع عليها سلاحك. انت هستنى لما هو يقتلني. وحتى لو اتقتلت يعني هم شهاداء خمسة عشرين. انت جبت حقهم. يلا بجملة.